اشتركوا في القناة شيئا مما نرجوه من بيان هذه الاصول العظيمة التي لا نجاة لعبد الا بتحقيقها ولن يحققها كما يريد الله حتى يعلمها ويعلم الضدادها ومن هنا كان حريا بالمسلم ان يتعلم شيئا عن الشرك ليحذره فانه ان لم يتنبه للشرك معرفة فانه لن يحذره قد قال بعض السلف كيف تتقي وانت لا تدري ما تتقي فلن يتقي العبد صخط الله واعظمه الوقوع في الشرك الا بمعرفة الشرك الشرك هو ما قبل التوحيد الشرك هو عكس الافراد الواجب توحيد الله وهو افراده بما يجب له وبما يختص به او افراده بخصائصه فان صرفت هذه الخصائص الى غير الله فهذا هو الشرك فنقول في تعريف الشرك بانه كما تقدم تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله التسوية ان تجعله ان تجعل الله وغيره سواء ان تجعل غير الله مثل الله والعياذ بالله فهو في جميع هذه الانواع هناك تسوية في باب الولوهية وتسوية في باب الربوبية وتسوية في باب الاسمع الصفات يهمنا هنا ان نبين التسوية في باب الالوهية يعني عكس وما يضاد توحيد الالوهية نبينه فنقول الشرك الشرك نوعا في الالوهية او القوادع في توحيد الالوهية امران الشرك الاكبر والشرك الاصغر الشرك الاكبر هو صرف العبادة الى غير الله تبارك وتعالى صرفا يخرج من الملة صرف العبادة الى غير الله صرفا يخرج من الملة يخرج صاحبه من الملة وهو قسمان الشرك الاكبر قسمان شرك اكبر ظاهر وشرك اكبر خفي ظاهر اي مبصر يراه الناس مثل الأفعال والأقوال وخفي باطن محله القلب والباطن الشرك الأكبر الظاهر هذا أمثلة كثيرة من أمثلته الذبح تقربا لأصحاب القبور والعياذ بالله الذبح كما تقدم بنا عبادة عظيمة قرن الله بينها وبين الصلاة قل إن صلاتي ونسكي فصلي لربك وانحر فمن صرف هذه العبادة لغير الله يتقرب بها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر وعياذ بالله وهو شرك ظاهر قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين فبين أنه لا شريك له فنص على نفي الشريك فدل على أن من صرف هذا العبادة لغير الله فقد وقع في التشريك والعياذ بالله ومن ذلك أيضا من أمثلة الشرك الأكبر الظاهر الاستغاثة بالأموات والغائبين استغاثة بالأموات وطلب تفريج الكربات وقضاء الحاجات والعياذ بالله من الأموات والغائبين البعيدين وفي ذلك بأنه من الشرك يقول الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير أن يعتمد هذا المشرك والعياذ بالله بقلبه على غير الله في أمر من الأمور وقد قال الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن أمثلة وصور الشرك الأكبر الخفي محبة غير الله محبة تستلزم الخضوع وكمال الطاعة المحبة الطبيعية هذه لا بأس بها كمحبة الوالد لولده والرجل لزوجه والأخ لأخيه أما المحبة التي الحبة الكاملة التي تقتضي كمال الخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثار إيثار مراد المحبوب على مراد النفس فهذه لا تكون إلا لله وقد قال الله في أهلها وقد قال الله في أهل المحبة الشركية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله لما كان أعظم الذنوب جعل الله عقوبته أعظم العقوبات ومما يبين أنه أعظم الذنوب والنصوص كثيرة حديث بن مسعود أن رجلا قال يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله أي الذنب أكبر عند الله فقال صلى الله عليه وسلم أن تدعو لله ندا وهو خلقك هذا أكبر الذنوب عند الله والعياذ بالله لذلك كانت عقوبة المشرك أعظم العقوبات على الإطلاق فمن عقوبته أن ذنبه لا يغفر إلا أن يتوب منه أن الشرك لا يغفره الله إلا أن يتوب صاحبه منه قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو ذنب يخرج من الملة والعياذ بالله فيصير صاحبه خارجا عن الإسلام والعياذ بالله ومنه أنه خالد مخلد في النار والجنة عليه حرام قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وأعمال المشرك جميعها حابطة والعياذ بالله قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال الله عن أنبيائه ورسله في سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون هذا الشرك يا عباد الله الشرك في الألوهية في عبادة الله صرف العبادة إلى غير الله طرأ على بني آدم لم يكن آدم في زمانه الشرك واقعا وبعث الله آدم نبيا عليه الصلاة والسلام ولم يكن ثم شرك على الأرض ثم طرأ الشرك على الناس وذلك بعد عشرة قرون من بعثة آدم من بعثة آدم عليه الصلاة والسلام وذلك كما يبينه ابن عباس رضي الله عنه أن يغوث ويعوق ونسر ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجالا صالحين في ذاك الزمان بعد بعثة آدم بعشرة قرون يقول ابن مسعو ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية وقالوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغْوثَ وَيَعُوقُوا مَنْ أَسْرًا يقول رضي الله عنه هذه أسماء رجال صالحين من قومهم فلما هلكوا أي ماتوا أو ح الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا يجعلوا تماثيل ومجسمات وصورا وسموها بأسمائهم ففعلوا جعلوا صورة لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هؤلاء جعلوا لهم صورا قال فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك يعني الجيل الأول الذين نصبوا لهم أنصابا ونسخ العلم عُبِدت جاء الشيطان إلى ذريتهم وأوحى إليهم أن يشركوا بهم ولياذ بالله بعد أن كانت في أول الأمر غلوا فمن هذا علم أن الشرك أصل وقوعه في بني آدم هو الغلو في الصالحين ولياذ بالله فهذه بوابة الشرك وهذا يوجب الحذر من الغلو في الصالحين ومن تجاوز الحد فيهم ويوجب الخوف من الشرك لأنه إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء وهو الذي كسر الأصنام بيده يسأل ربه له ولبنيه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام فكيف بغيره إذا كان إبراهيم وهذا حاله يخش الشرك ويسأل الله أن يجنبه الشرك فكيف بغيره النوع الثاني من القوادح في توحيد الأولو هي الشرك الأصغر والشرك الأصغر هو الفارق بينه وبين الأكبر أنه لا يخرج من الملة لا يخرج من الملة وهو من الشرك وفيه تسوية لغير الله بالله في عبادة الله تبارك وتعالى وهو نوعان كما ذكرنا في الشرك الأكبر نوعان الشرك الأصغر نوعان نقول شرك أصغر ظاهر وشرك أصغر باطن أو خفي شرك أصغر ظاهر مثل جعل ما ليس بسبب شرعيا ولا قدريا جعله سببا نقول ظن أو جعل ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا سببا شرك أصغر معنى هذا أن تعتقد في شيء أنه سبب لشيء ما دون أن تثبت سببية هذا الشيء شرعا ولا قدرا شرعا يعني أن يأتي في الشرع بيان أنه سبب مثل العسل قال الله فيه شفاء للناس فهو سبب للشفاء بنص القرآن أو قدرا يعني بالتجربة الظاهرة المباشرة المعلومة للناس سواء لجميع الناس أو لمن اختص في هذا الأمر منهم مثل بعض الأدوية التي ثبتت ثبتت فائدتها كمثلا الإسبيرين أو البندول هذه أدوية بإجماع الأطباء تخفف الألام وتسكن الألام فهذا سبب قدري لم يأتي فيه أن الكتاب السنة لكنه سبب ثابت أما الاعتقاد في شيء أنه سبب للشفاء أو لتخفيف الآلام أو لتفريج الكربات أو لرد العين دون دليل شرعي أو ثبوت ذلك بالتجربة الظاهرة المباشرة فإن هذا من الشرك الأصغر ومنه تعليق التمائم والخيوط والحلقات التي تعلق بنية رد العين أو تخفيف الآلام أو رد الأمراض دفعها قبل حصولها ومنه أيضا من هذا الباب الاعتقاد في شيء أنه سبب للبركة دون دليل أن يعتقد في شيء أنه يعطي البركة أنه سبب في إعطاء البركة وإلا إن اعتقد أنه يعطي البركة من دون الله فهذا الشرك أكبر ولئي ذو الله لكن اعتقد في شيء أنه سبب لنيل البركة فهذا الشرك أصغر كالاعتقاد أن الصالحين أن ذواتهم تنتقل البركة منها التبرك بذوات الصالحين وبآثارهم هذا شرك أصغر لماذا؟ لأنه جعلهم سبباً البركة دون برهان والله تبارك وتعالى جعل تحديد الأسباب وتقدير الأسباب وتعيين الأسباب من خصائصه تبارك وتعالى فمن صرف هذا إلى غيره فقد وقع في نوع شرك وعياذ بالله طيب النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في أحاديث كثيرة أن الصحابة كانوا يتبركون ببدنه كيده وكانوا يتبركون بمن فصل من جسمه كشعره ووضوءه ما بقي من ماء الوضوء ونخامته كانوا يتبركون بذلك وبعرقه كل هذا ثبت طيب هذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام له بركة متعدية يعني من اتصل به نالته من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز ذلك في غيره كيف نفهم ذلك نفهم ذلك بحال الصحابة رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة مبشرين بالجنة هؤلاء هل فعلوا ذلك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تبرك أحد من العشر المبشرين بأبي بكر تبرك بشعره أو بماء وضوئه أو بعرقه هل تبركوا بعمر هل تبركوا بعثمان هل تبركوا بعلي هل تبرك أحد من التابعين بأحد من الصحابة لم يحصل ذلك فلما لم يحصل ذلك مع وجود سببه وقيام سببه ومع حرص هؤلاء الصحابة وثم التابعون مع حرصهم ثم التابعين مع حرصهم على الخير لما لم يحصل ذلك علم أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب البركة من الذوات هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي تنال البركة بالاتصال به صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في تعليق الخيوط التي ذكرناه آنفا من علق تميمة فقد أشرك هذا حديث عقب بن عامر فكل من تعلق تميمة طلب منها شيئا من نفع ضر من جلب ضر أو دفع ضر أو تخفيف ألم أو دفع عين فإنه قد وقع في الشرك الأصغر وليا ذو الله والنوع الثاني الشرك الأصغر الخفي مثل الرياء وقد قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال الرياء ومن الشرك ما يكون لفظيا كالحلف بغير الله الحلف بالأمانة الحلف بالكعبة الحلف بجبريل الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف بأي أحد سوى الله عز وجل فإنه شرك أصغر والعياذ بالله لا يجوز لا يجوز ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم أن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ومنه قول ما شاء الله وشئت لما قال رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال أجعلتني لله عدلا أي ندا قل ما شاء الله وحده ومنه قول لولا الله وأنت كذلك إنما الواجب أن يجعل بينهما ثم ولولا الله ثم أنت ما شاء الله ثم شئت ومن الشرك الأصغر ما يكون وسيلة للشرك الأكبر والعياذ بالله يعني يوصل إلى الشرك الأكبر يوصل إلى الشرك الأكبر مثل عبادة الله عز وجل عند القبور القبر هذا مكان نهي المسلم عن التعبد فيه من تعبد لله في هذا المكان أو صلى إلى القبر معتقدا أفضلية هذا المكان فإن هذا الشرك أصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر أو اعتقد أن الدعاء مستجاب عند القبر أو شد الرحلة إلى القبر سافر من أجل القبر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ومنه اتخاذها عيدا أن يجعل لها موسما لزيارتها في كل أسبوع يوم كذا في كل يوم الساعة كذا في كل شهر كذا في كل سنة كذا هذا من اتخاذها عيدا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا إذا كان هذا نهي عن قبره وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وقال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا وكل ما تقدم هو يعني من اتخاذ القبور مساجد لا سيما ما ذكر أولا من عبادة الله عندها والصلاة إليها واعتقاد أفضليتها في التعبد كل هذا يعني يذكر في باب اتخاذ القبور مساجد وهو سبب من أسباب اللعنة التي حلت على اليهود والنصارى نسأل الله العظيم رب العسوة العظيم أن يقينا من الشرك الصغيره وكبيره وأن يحقق التوحيد في قلوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد